وللحصول على مزيد من المعلومات والنصائح بالنسبة لظاهرة السيلوليت معنا في الستوديو الدكتور محمد الراعي أخصاء الطب العام أهلا بك دكتور دكتور بداية هل لك أن تشرح لنا أو تقول لنا هل هناك أشخاص أكثر عرضة لتشكل السيلوليت في أجسامهم من أشخاص آخرين ولماذا؟ بالتأكيد هناك النسب مئوية تدلنا على أن أشخاص معينين هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض فيلعب دور الجنس فالنساء عموما أكثر تعرضة لهذا المرض من الرجال بكثير وخاصة في سن معينة ما بعد سن البلوغ حيث الإفرازات الهرمونية والإضطرابات الهرمونية الأخرى هناك العرق يلعب دور أيضا فالعرق الأبيض هو الأكثر عرضة لهذا المرض والأقل عرضة هو العرق الأصفر وما بينهما الوزن هل يلعب دور؟ الوزن لا يلعب دور كبير ولكن يلعب دور بشكل السيلوليت فالضغط الحاصل من البداني الموجودة في الجسم ممكن يدفع الجريبات إلى الخارج لتبرز إلى الخارج وتعطينا المنظر المعروف بقشرة البرتقال اللي بعرفنا على مرض أو هو ظاهرة السيلوليت وليس المرض حقيقة دكتور من المعروف أن الحركة والرياضة من أكثر الأشياء المقاومة لسيلوليت ولكن هل هناك تمارين معينة أو رياضة معينة فعلا تشكل وقاية حقيقية للسيلوليت؟ الواقع الرياضة كرياضة لا يمكن تعميم الأمور بهذا النحو ولكن كل رياضة تؤدي المهام المطلوبة منها وخاصة في هذا المجال هي رياضة مفيدة المهام المطلوبة من الرياضة بهذا المجال هي زيادة التوعية الدموية زيادة التروية الدموية للأنسجة وهذا يزيد من أكسجة ووصول الأكسجين إلى الأنسجة وهذا يزيد أيضا من حرق الأنسجة وخاصة الأنسجة الضارة منها كالدهون هذه هي وظيفة الرياضة أي نوع من الرياضة؟ أفضل أنواع الرياضة كل إنسان يجب عليه أن يختار نوع من أنواع الرياضة المناسب له ولكن بحالة نهون حالة السيلوليت أفضل أنواع الرياضة هي رياضة المشي ورياضة الجري وفي عنا السباحة أيضا نعم دكتور هناك كريمات وأعشاب ولكن لحد الآن لم تثبت فعاليتها هل هناك أشياء حديثة الآن يمكن أن تثبت فعاليتها حاليا بهذا الخصوص؟ الشركات الكبرى المصنعة للكريمات والخلطات الأعشاب والخلطات الدوائية دائما تصدر عنوين طنانة أخيرا الشفاء الأخير والشفاء العاجل والكامل من السيلوليت ولكن لم تثبت أبدا صحة الكلام هذا طريقة الميزو تيرابي هل هي فعالة فعلا؟ الميزو تيرابي حتى المشاهدين يعرفوا الميزو تيرابي هي عبارة عن حقن مواد كمادة خلاصة زيت الصوية حقنا في المواد الدهنية تحت الجرد حقن مواد مذيبة للدهون عموما حتى وصل لحقن المواد المذيبة للدهون اللي بيستخدموها بالمنزل للتنظيف وهي كمان إلى آثارة وإلى أهم الطرق هو باختصار دكتور لعلاج السيلوليت؟ أولا علاج ذو نتائج باهرة غير موجود مع الأسف ولكن في العلاجات اللي بتوقف المرض عند حد معين وممكن تحسنه شوي وهي أفضل شيء أنه الواحد يختار عدة أنواع من العلاجات بشكل موحد مثل العلاج بالتدليك البسيط بتحسين الترويه الدموية بالامتناع العادات الضارة مثل التدخين والخمول والشترس نعم نتابع معك دكتور لاحقا